السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين على الرغم من أن القرآن بين لنا بأن قصة موسى والخضر هي من أروع القصص اللي ضربها الله مثلا لبيان نقص الإنسان في معرفته مهما بلغ من الكمال فهو دون ما يعرفه الله لا بل ربما دون ما يعرفه بعض من اختارهم الله ليفيد عليهم من علمه بسم الله الرحمن الرحيم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وهكذا بيتفاوت العلم بين البشر حتى ينتهي العلم إلى الله ليس كمثله شيء فبطل قصة من النهاردة شخص هو في حد ذاته سر وليس ككل الأسرار من هو وأصله إيه وماذا فعل قصة من أكثر القصص غموض وحكاية رجل هو الآخر من أكثر الناس غموضا أتاه الله علما لم يؤته أحد وفعل أشياء لم يستوعب سيدنا موسى فعله لها ولكنها عين الصواب لأنها حدثت بأمر من الله وعلمه الذي علمه لهذا الرجل وإيه هو تبريره اللي قاله لسيدنا موسى عليه السلام بعد سلسلة الأحداث اللي مروا بيها في رحلتهم قصتنا عن الخضر عليه السلام اللي كثرت حواليه التساؤلات هل هو عبد صالح أم نبي وهل مات ولا حي إلى الآن وإن كان حي فأين هو ولماذا لا يظهر ويفيد الناس بعلمه وهنقول القصة كما وردت في التلمود ولماذا طمصت في الطورة والمكان اللي التقى فيه الخضر بسيدنا موسى وقصته الكاملة معي الحلقة النهاردة مليانة بالأحداث المهمة اللي يجب علينا أن نحن نعرفها فانتبهوا معايا وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والشير عشان يوصل لأكبر عدد والكل يستفيد إن شاء الله وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم بكل الحلقات اللي بنزلها واللي لسه ما اشتركش يسعدنا باشتراكه بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول حوالين هل هو نبي أو ولي فالعلماء اختلفوا في ذلك وقيل إنه ملاك من الملائكة وكما جاء في القرآن الكريم إنه عبد صالح كما عرفه القرآن في سورة الكهف بأنه عبد من عباد الله بسم الله الرحمن الرحيم فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وقيل إنه نبي كما في الآية الكريمة من سورة الكهف برضو بسم الله الرحمن الرحيم وما فعلته عن أمري فهي دليل على أنه فعل ذلك عن أمر من الله ومن وحيه لا من عند نفسه فالبعض يرجح أنه نبي وليس مجرد ولي ويعتبر الخضر مقدس في كل الديانات السماوية ووصفوه بأنه رسول ونبي وعبد وملاك وحارس البحر ففي المسيحية بيعتبروا إن مار جرجس هو نفسه الخضر وفي العهد الجديد اللي هو الإنجيل اللي بيزعمه إنه يحنى المعمدان هو نفسه إليا اللي مهد الطريق للمسيح إليا اللي هو الخضر وتحكي حواليه كتير من الأساطير وإنه بيساعد الناس في المحن ومن بين الأحداث إنه قتل تنين كان بيخرج على سكان بيروت وقبل ما نحكي القصة في القرآن الكريم هنبدأ الأول بالقصة اليهودية القصة موجودة في التراث اليهودي الهجادي وهو فرع من فروع التلمود وهي قصص وأساطير الأولين والروايات ولكنها منسوبة للأنبياء فصابغوا سيرة الأنبياء وتاريخهم وحياتهم الحقيقية بصبغة خيالية في أمور ومواقف لم تحدث يعني كده بيبقى زي حكايات ألف ليلى وليلة أو كليلة ودمنا بيضيفوا على الحكاية بيعملوها زي الأسطورة ولكن البطل لم يكن موسى وهنشوف هل بتشبه القصة في الإسلام فالقصة اليهودية يقال أن فيها تشابه كبير مع القصة الإسلامية ولكن باختلاف أسماء الشخصيات هم بدل من موسى والخضر فيه روايتين واحدة منهم بتقول أن هم يوشع بن لاوي وإلياس ووردت القصة زي ما قلنا في أحد فروع التلمود اللي بيقدسوا اليهود أكتر من الطوراء والقصة دي بتدور أحدثها بين اتنين ودي الرواية التانية اللي بتقول أن هم الرابي يحنان بن ليفي وإلياهو الملك يعني مش بين موسى وشخص آخر فبداية القصة بتقول أن الرابي يحنان بن ليفي صام وصلى للرب لكي يجيز له رؤية إلياهو الملك اللي رفع حيا إلى السماء فاستجاب الله لدعائه فظهر له إلياهو على هيئة رجل وهنا بيقصدوا بإلياهو اللي هو الخضر وتوسل الرابي إلى إلياهو وقال له دعني أتبعك في طوافك عبر البلاد وأراقب أحوالك وأفعالك فأكسب لنفسي حكمة وفهما فرد إلياهو وقال لا فأفعالي لا سبيل إلا فهمها وتصرفاتي لا صبر لك عليها فكيف تصبر على ما ليس لك به علم لكن الرابي صمم وتوسل وقال له لن ترى مني أي إزعاج أو تساؤل ولكن اسمح لي أن أتبعك في طريقك فقال إلياهو إذن هلم بنا ولكن ليلزم لسانك الصمت وعند أول سؤال تسأله لي أو أول إشارة تعجب منك فهو فراق ما بيننا والكلام ده جاه في القصة القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى صدق الله العظيم فتجول لتنين مع بعض في البلاد ووصلوا لبيت رجل فقير ما كانش بيملك من المال وأسباب الرزق إلا بقرة فلما اقتربوا منه أسرع الراجل وامراته واستقبلوهم وصموهم إنهم يدخلوا البيت ويتناولوا معهم الطعام والشراب من اللي متوفر عندهم وكمان يقضوا عندهم الليل وده فعلا اللي حصل فلقوا كل الحفاوة من الفقيرين الكريمين وفي الصباح قام إلياهو مبكرا يصلي فما إن فرغ من صلاته حتى ذبح بقرة الفقيرين وبعد كده مضي في رحلتهم فاستغرب الرابي يحنان فقال إلياهو هل جزاء ضيافتهم لنا وخدمتهم الطيبة إنك تذبح البقرة بتاعتهم فقاطعه إلياهو وقال اسكت فلتسمع أذنك ولتبصر عينك ولكن فلتصمت فإن أنا أجبتك فهو فراق بيني وبينك والقرآن بيقول في الجزء ده بسم الله الرحمن الرحيم فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرع قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فهنا لم يذكر البقرة ولكنه الغلام وبعد كده مشوا مع بعض وفي المساء وصلوا لدور واسعة فخمة يسكنها رجل غني متعجرف فلقي الرجلان استقبالا يقلل من شأنهم وأدم لهم قطعة من الخبز وكأس ماء فقط حتى إن صاحب البيت لم يهتم بمجرد الترحيب بيهم أو الحديث معاهم فبات هذه الليلة مهملين والصبح لاحظ إلياهو إن جدار في البيت عايز يتصلح لأنه هيقع فأحضر نجار ودلق أجرته من معاه علشان يصلح السور وقال إن ده رد الكرم الضيافة اللي لقيوها فالعجب تملك الرابي مرة أخرى لكنه لم ينطق بحرف وتابعوا طريقهم ومقارنتها مع القصة القرآنية فانطلق حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ولما حل الظلام دخلوا مدينة فيها كنيس كبير وفخم ولما كان وقت صلاة المساء دخلوا الكنيسة وفضلوا يمعنوا النظر فيما بالمكان من الزخارف والنقوش المزهبة وبعد اختتم استطلا أم إلياهو بصوت عالي وقال أهنا من يود إطعام الفقيرين وإيوائهما في هذه الليلة فلم يجيبه أحد وأبوا أن يضيفوا المسافرين الغريبين ولكن في الصباح عاود إلياهو دخول الكنيس وفضل يصافح أفراده قائلا أتمنى لكم أن تصيروا جميعا رؤساء وفي المساء التالي دخل الرجلين مدينة تانية فصار عشماس الكنس لاستقبالهم بعد إخبار أفراد الجماعة بقدوم غريبين لاستقبالهم وبعد إخبار أفراد الجماعة بقدوم غريبين فتحت أحسن دار ضيافة في المدينة لهم والكل تنفسه في تقديم الكرم والرعاية ليهم وفي الصباح وعند توضعهم للجماعة دية قال لهم إلياهو فليعين الرب عليكم رئيسا واحدا فحسب وفي الوقت ده يحنان ما عادش قادر يصبر فقال لإلياهو قل لي وأنبئني بتأويل هذه الأفعال التي شهدتها فأولئك الذين عاملون بغير اقتراث وإهمال أغضقت عليهم بدعوات الخير والأكرمونا وأحسنوا إلينا لم توفهم حقهم بالمثل ولم تدعو لهم بالمثل فحتى إن كان لابد من الفراق أرجوك أن تخبرني بتأويل كل ده قال إلياهو اسمع وتعلم الوثوق بالله حتى وإن لم تفهم طرقه فلما دخلت أولا بيت الفقير الذي عاملنا بلطف أعلم أنه في ذلك اليوم بالذات كانت زوجته مريضة وكان مقدرا أن تموت فدعوت الله بأن تكون البقرة فداء لها فاستجاوى الله دعواتي وأبقيت على المرأة لزوجها أما الرجل الغني اللي زرنا بعدها فقد عملنا بغير اقتراث ومع ذلك أصلحت له جداره وأصلحته بغير أساس جديد وبغير حفر إلى عمق الأساس القديم فلو أنه أصلحه هو لكان قام بالحفر ولكان عثر على كنز مطمور تحته لكنه الآن ضع عليه إلى الأبد أما أفراد الكنيس الذين أبوا أن يضيفون فقلت لهم فالتصيروا جميعكم رؤساء والحق أن برئيس واحد فقط يؤمن عدم نشوب الخلاف ولكن مجموعة رؤساء سينشب الخلاف حتما فالتشابه مع الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقنا طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا فافهم وعي ما أقول إن رأيت الناس البخلاء الذين لا يستحقون في الكثير من النعم فلا تبتأس ولا تحزن أو يستولي عليك الحسد لهم وإن رأيت صالحا قد أجهده الفقر والمصائب تجمعت عليه فلا يتوجس قلبك أو يدور في خيالك الشك في عدل الله فإن الله عادل وحكمه حق وصواب وعينه ترى الخليقة بأجمعها وليس لأحد أن يقول له ما الذي فعلت وبعد الكلمات دي اختفى إلياهو وبقى يوحنان بمفرده وفي هنا اتهام بإن القرآن واخد من التلمود وقام بالعديد من التغييرات في بعض التفاصيل مع اتباع القسوة في الأفعال ولكن صدق الله العدل فيما يفعل ولكن القرآن جهف يجب كل ما قبله ويكمله ويزيح الكذب والافتراء عن الأحداث وإذا كان قولهم الصدق فلماذا وضعوه في كتاب من تأليفهم هم يضعوا ما يضعوه ويتركوا ما يتركوه حسب أهوائهم ولأن التوراة معروفة لم يقدروا على التغيير فيها وهل يرقى كتاب من تأليف الحخامات إلى كتاب الله تعالى ومن أين اقتبس الله باقي القرآن الذي يشهد بعظمة الله إلى يوم الساعة يوما بعد يوم إلى آخر الزمان وتفاصيله الدقيقة التي لم يعيشها السابقون وتكلم عنها الله سبحانه وتعالى وتحدث إلى الآن فالقرآن العظيم ذكر لنا ما تم حزفه أو تحريفه أو إخفاءه على أيدي الأمم السابقة ومن هنا اكتسب القرآن لقب المهيمن عن استحقاق وجدارة بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وهيمنت القرآن على الكتب السابقة إنما جاء بسبب عدالته في وضع النصوص الصحيحة في مكانها الصحيح والتي قام بإخفائها حاخاماتهم وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وبرضو هناك أشياء تانية كتير حذفوها أو تم إخفائها ووضعها في كتب هامشية أو تغيير مضمنها زي العديد من القصص زي قصة عجل بني إسرائيل فأبدالوا السامري بهارون فجعلوه هو من قام بصناعة الأجل وأبدالوا إسماعيل بإسحاق وإخفائهم لقصة مجمع البحرين وما جرى بين الخضر وموسى وفتاه وإن سبب اختفاء قصة موسى وفتاه وما جرى على شاطئ البحرين هو أن اليهود ساءهم جدا أن يأمر الله موسى أن يتعلم على يد شخص لا يعرفونه فهذه حسب تقاليدهم منقصة كبيرة تسيء إلى نبيهم موسى فاليهود عندما حذفوا قصة موسى والخضر فذلك كان بسبب أنهم بيروا أن الرب اخترهم من بين الأمم المحيطة فقال عنهم بأنهم شعبه وأبنائه وامتلقوا بالفخر والخيلاء لما رأوا موسى ينتصر على فرعون بتلك الآيات البهرات ورأوه يكلم الله على جبل حريب ويشق البحر بعصاه ويدرب الحجارة فيخرج لهم الماء ويرفع يده إلى السماء فينزل عليهم الله ألوان من أطعمة الجنة فاليهود يريدون نبيا مساوي لإلههم له قدرات خارقة ليس بينه وبين الله حجاب لا يريدون نبيا جاهلا وضعيفا أو ليس منهم أو ليس له مال واستناد للكلم ده فاليهود أثبتوا قصة يوسف في الطورة لأنه أصبح وارث لفرعون وأثبتوا قصة زواج موسى من صفورة لأنها ابنة نبي وأثبتوا قصة موسى وتربيته في قصر فرعون وأثبتوا قصة سليمان نظرا لثروته الهائلة وأثبتوا أشياء أخرى كثيرة ولكنهم قاموا بحسف اللي ما يعجبهمش زي ما حزفوا قصة إسماعيل لأنه ابن جارية وحسف قصة موسى والخضر لأن موسى يظهر فيها رجلا ضعيفا أمام الخضر تابعا له لا علم له فهم لا يريدون نبيا جاهلا بزعمهم وهم يعتبرون أنفسهم سادة الأرض فهم رفضوا طالوت مع أن الله زاده بسطة في العلم والجسم وما يقدروش على قلع موسى من الطورة ولكنهم عمدوا إلى قلع النص من أساسه ووضعوا في كتاب آخر أخفوه طيلة القرون الماضية وحذفوا هذه القصة كلها حتى من كتب التفسير ولكن القصة دي موجودة في المدراش وهو كتاب مماثل للتلمود عندهم بيجمعوا فيه كل كلام الحخامات خوفا عليها من الضياء ولكنهم أبعدوها عن موسى وزعموا أنها حدثت الحخام من حخاماتهم وأن الطورة بكاملها اختفت منها قصة موسى واختفت كلمة البحرين والمصدر الوحيد اللي ذكرها هو سف يهودت حيث ذكر أن البحرين في مصر وضع اليهود القصة دي في أهم مفصول التلمود وأخفوا أسماء أبطالها وقاموا بتغيير الأسماء وبعد الأحداث وإيه هو السبب اللي علشانه وضعوا القصة في التلمود ووضعهم لإسم الرابي يحنان بن ليفي بدل من موسى ده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي وكمان القصة كما جاءت في القرآن الكريم عشان ما طولت عليكم في الفيديو ده دمتم في أمان الله